السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن في رحاب القرآن نحيا في رحاب القرآن نعيش في رحاب القرآن نتدبر في رحاب القرآن نتأمل اليوم أيها الإخوة الكرام نكمل ما بدأته مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل هذا الحديث المفصل الحديث النافع المجمل كما قال القرآن الكريم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر التي هم فيه يختلفون فضرب لنا قصصا ومواقف وأحداث اليوم أيها الإخوة أريد أن أبين لحضراتكم كيف قابل بني إسرائيل المواسيق والعهود التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم وأخذها منهم إحنا شفنا في المرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى أخذ على بني إسرائيل المساق في العقائد لا تعبدون إلا الله والمساق في المعاملات وبيولدين إحسانا وذي القربة واليتامة والمساكين وقولوا للناس حسنة والمساق في العبادات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخذ القرآن منهم المساق في الأخذ بالكتاب والعمل بالكتاب وإذ أخذنا مساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة كيف قابلوا هذه المواثيق كيف تولوا ثم توليتم بعد ذلك قالوا سمعنا وعصينا وأخذ منهم المساق خاصة في مسألة الدماء في مسألة الدماء حتى مع بعضهم البعض وإذ أخذنا مساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون النتيجة ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان هؤلاء بني إسرائيل ومنهم طبعا اليهود احنا قلنا في المرة السابقة أن بني إسرائيل عام واليهود جزء من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل هم أبناء يعقوب سيدنا يعقوب أطلق عليه إسرائيل بذلالة قوله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أي حرم سيدنا يعقوب على نفسه وهو لقب كما قلت لحضراتكم وقلت لكم أن إسرائيل كلمة عبرانية مركبة من إسرة أي عبد وإيل أي إله فهو عبد الله سبحانه وتعالى بذل هؤلاء يعني بني إسرائيل بعد هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم فضلهم على العالمين جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا أنزل عليهم المن والسلوى جعل لهم الماء وسقي الماء مكن لهم في الأرض وأعطوهم الكتب وأنزل فيهم الكتب وبعث فيهم الرسل يعني نعم كثيرة للأسف قابلوا هذه النعم وقابلوا هذه المواثيق بما لا يليق من عبد من عباد الله فظهر فيهم صفات غريبة عجيبة لم تظهر في أي أمة من الأمم السابقة منها على سبيل المثال الحصر من الصفات التي ظهرت منهم التبدل والتحريف لما أمروا به يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لهم عن كتابهم وإذ أخذنا ميثاكاكم ورفعنا فقاكم الطور خذوا ما أتيناكم بكوة الكتاب واذكروا ما فيه لعلكم تتكون الكتاب لكنهم بدلوا وحرفوا حتى قال لهم القرآن ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون بدلوا وحرفوا فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون فبدلوا وحرفوا ذكر لنا القرآن كصة من قصص التبديل والتحريف وهي يوم أن قال لهم الله سبحانه وتعالى ادخلوا هذه القرية وكلوا مما فيها من الطعام والشراب وتنعموا وترغدوا فيها ولكنكم أطلبوا منكم حينما تدخلون قولوا حطة حطة يعني إيه؟ يعني قولوا يا رب حط عنا خطايانا لكنهم بدل من أن يدخلوا ويقولوا حطة يعني يا ربنا حط عنا خطيانا بدلوا وحرفوا كلمة حطة فقالوا حنطة طبعا مستهزئين وساخرين استغفر الله من ربهم ومما أمرهم الله به حتى سجل القرآن هذا الفعل وسجل العاقبة وإذ كنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وكلوا حطة نغفر لكم خطاياكم يعني بس قولوا فقط حط عنا الخطايا نغفر لكم خطايانا وكلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين يعني لو أن أحدكم قالها بقلبه وبروحه وبضميره وأحسن في القول وفي الفعل وفي التنفيذ يعني ربنا قال لعموم العباد يغفر لكم خطاياكم لا لو أنك محسن وسنزيد المحسنين كانت النتيجة فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فبدل من أن يقولوا حطة حط عنا خطيانا قالوا حنطة الولب قليات حنطة فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا ججزا من السماء بما كانوا يفسقون كانت العقوبة يعني الله طلب منهم أن يقولوا كلمة فيغفر لهم كلمة وحدة فيغفر لهم فبدلوا الكلمة فأنزل الله عليهم رجزا من السماء فكانت العقوبة إذن هذه الصفة ظهرت فيهم صفة التحريف والتبديل الذي حرف في الكتاب وحرف في آيات الله التي أنزلت عليه بدل وغير وزاد وأنقص وكتم من اليسير أن يبدل كلمة حطة إلى حنطة يعني حرف واحد فكانت هذه العقوبة فهذه الصفة من صفاتهم ذكرها الكرآن الكريم التبديل والتحريف سبحان الله العظيم من الصفة أيضا التي ذكرها الكرآن الكريم صفة حب الدنيا ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزيحه من العذاب أن يعمر تتخيلوا هذا؟ يعني حتى كلمة حياة هذه المنكرة علماؤنا ومفسرون قالوا أنهم يحرصون على الحياة أي حياة ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة يعني أي حياة لذلك يعني سبحان الله العظيم الكرآن وضعهم في مأزق لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني زعموا أن الجنة وقف عليهم فقط هم الذين يدخلون الجنة لا أحد غيرهم يدخل الجنة لا أحد غيرهم يدخل الجنة ظنوا ذلك يوم القرآن الكريم يضعهم في مأزق يعني أنتم في القرآن بيقول لهم إيه بقى أنتم ترون أنكم من أهل الجنة وأنه لا يدخل الجنة إلى من كان هودا أو نصارى آه نعم فنزلت آية كريمة تقول لهم كل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت وش أنتم بتقول الجنة لكم خلاص فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين فحب الحياة مسيطر على قلوبهم حب الحياة مغروس في نفوسهم وأرواحهم أي حياة هكذا ذكر القرآن من صفاتهم الصفات لما تذكر لنا حتى نتلاشاها نحن وحتى لا نقع فيها لأن من الدروس المستفادة من ذكر قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم أن نقف على حقيقة أخلاق القوم مع الله وأخلاق القوم مع أنبيائهم ودعاتهم وعلمائهم وأخلاق القوم مع بعضهم البعض فنتعلم وده جانب من الجوانب المهمة والدروس المستفادة في ذكر قصص بني إسرائيل إذن حبهم للحياة كان واضحا عندهم أيضا من الصفات التي ذكرها القرآن الكريم فيهم التحايل على النص والتحايل على أوامر الله وشرع الله المفترض أن المسلم الصادق يسير مع الله بصدق ما فيش شغل تحوير ولا لف ولا دوران يأتمر بأوامر الله وينتهي بنواه الله ويزدجر بالزواجر التي ذكرت في كتابه هؤلاء عكس ذلك إزاي؟ شوف يا سيدي يعني مثلا على سبيل المثال في قصة أصحاب السبت شوف التحايل اليهود كانت تستريح يوم السبت وكان يوم السبت بالنسبة لهم يوم راح فكانوا يعني كان في قرية اسمها قرية أصحاب السبت عشان أن أقول لكم من البني إسرائيل يعني كسر كانت تستطاد طول الأسبوع من الحد للجمعة وتستريح يوم السبت فالسمك يعني يعلم الوقت السمك نفسه يعلم الوقت الذي يصطدون فيه فكان السمك يعني يخمد طول الأسبوع ويظهر يوم السبت فهم قوم مديون من إسرائيل فلما كان السمك يظهر الأسماك تظهر أمامهم فغرهم ذلك وحب الدنيا والملزات والشهوات وهم يالهسون وراء الدنيا فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن الاستياد يوم السبت خذلك مدية يعني في ناهي في كتابهم في الطورة ناهي في كتابهم في الطورة عن الاستياد يوم السبت لكن الأسماك كانت تظهر أمامهم وذو القوم المديون فماذا حدث كانوا ينصبون الشباك يوم السبت ويقول لك يا حمش أنصاد يوم السبت فينصبون الشباك يوم السبت يوم السمك يتعلق بهذه الشباك يوم السبت ويأتون يوم الأحد ويأخذون هذه الأسماك التي علقت أمس يوم السبت ده تحايل على النص هو استياد صريح يوم السبت لكن جمع ما تم استياده كان يوم الأحد فهو صورة من صور التحايل على النص لذلك بني إسرائيل في هذا الوقت تفرقوا إلى ثلاثة فرق كما قال ابن كثير الفرقة الأولى فرقة أتت المنكر اللي هو استياد يوم السبت والفرقة الثانية فرقة نهت عن المنكر وإذ قالت أمم يعني شوف القصة بتول إباة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت اللي هما يعني يتعدوا يوم السبت إذ يعدون في السبت فتأتيهم حي تنوم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكم أو معذبوا معذابة شديدة قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا معذاب مئيس بما كانوا يفسقون ركز معي وانتبه تفرق بني إسرائيل إلى ثلاث فرق فرقة أمرت بالمعروف عفوا فرقة أتت المنكر وفرقة نهت عن المنكر اللي قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون لعلهم يرجعون لعلهم يعودون لعلهم يأبون هذه الفرقة الثانية وفي فرقة في النص يعني فرقة سلبية سكتت لا أتت المنكر ولا نهت عن المنكر دي فرقة في النص ومش كده بس يعني يريدتها كانت سلبية وسكتة في نفسها لا ده ذهبت إلى الفرقة التي تأمر بالمعروف وتنع المنكر وقالوا لما تعيذون قوما إلا هم مهلكهم أو معذوم عذاما شديدة سبحانك يا رب يعني أنتوا عارفين أن ربنا يهلكم بهذا الفعل آه عارفين وعارفين أن هم ربنا سبحانه وتعالى سيعذوم عذاما شديدة أيوا عارفين طب أنتوا كيين تكلمون نحن طب روحوا كلموهم هم روحوا لمن أتى المنكر فكلموه فسبحانك ربي سبحانك ما الذي حدث يعني سكتت هذه الفرقة يقول ابن كثير فتفرق الناس إلى ثلاثة فرق إلى ثلاث فرق فرقة أتت المنكر فرقة نهت عن المنكر فرقة سكتت في الوسط فلما جاء العذاب أخذ العذاب الفرقة التي أتت المنكر والفرقة التي سكتت ونجى الله الفرقة التي أمرت بالمعروفة نهت عن المنكر شوف الآية لما تكرهها بقى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء دي الفرقة اللي نكت التي نجيها الله وأخذنا الذين ظلموا بحذاب بئيس بما كانوا يفسقون يا الله إذن التحايل على النص والتحايل على الدين والتحايل على النصوص الشرعية كانت صفة من صفاتهم أيضا من الصفات التي وقعوا فيها والعياذ بالله صفة حب سفك الدماء يعني وصلت به من درجة أن قتلوا الدعاء والأحبار وأن قتلوا الأنبياء يعني حتى هم سبحانك ربي يعني القرآن الكريم سجل في أكثر من آية ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الأنبياء بغير حق إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالكسط من الناس فصفات ذميمة وكثيرة ظهرت فيهم عبدوا العجلة انتم متخيلين عبدوا العجلة من دون الله سبحانه وتعالى ثم اتخذتم العجلة من بعده ومش كده بس ثم عفونا عنكم من بعد ذلك يعني ربنا عفى عنهم طلبوا من سيدنا موسى عليه السلام أن يتخذوا أصناما أليها ده طلبوا إمتى بعد نجاتهم من البحر يعني بعد خروجهم من البحر وبعد أن رأوا آية هلاك فرعون وانشقاق البحر نصفين يعني كل فرق كالطوض العظيم وجوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنامي لهم قالوا جعلنا إلها كما لهم آلها فسبحان الله قال إنكم قوموا يعني أنا أتحجب يعني إذن هذه الصفات التي ظهرت فيهم يعني كانت سببا من أسباب هلاكهم وسبب من أسباب نقد المواثيق عندهم صفات كثيرة منها نقد العهد ومنها يعني أنا أضرب لحضراتكم بعض الأمثلة فقط بس يعني منها الإفساد ويسعون في الأرض فسادة كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ولولا أن الله أطفأ نار حروبهم لفسدت الأرض ومن عليها إيو الله الصفات كثيرة ذكرت عند هؤلاء أحبابنا الكرام الأفضل طيب ترتب على هذه الصفات التي ظهرت فيهم عقوبات من الله سبحانه وتعالى وأنا عايز بأن أركز في العقوبات لأنه مهم جدا يعني كصورة اعتقادية للمسلم المؤمن أن يعني يتأمل هذه العقوبات أولا عشان تسترح نفسه وعشان يشعر أن الله سبحانه وتعالى يعني مطلع على كل شيء وعليم وخبير جل ثناء وجل ذكره لو تحدثنا عن العقوبات أولا كتب الله سبحانه وتعالى عليهم الغضب والسخط إلى يوم القيامة فباءوا بغضب من الله فباءوا بغضب على غضب يعني شوف آيات كثيرة سبحانك ربي سبحانك فباءوا بغضب من الله يعني تكرأ أكثر من آية تجد فيها الغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى عليهم آيات كثيرة يعني هذه منها فكتب الله سبحانه وتعالى الصخط صخط عليهم غضب عليهم لعناهم عد لهم عذابا عظيمة أدى واحد اتنين بسبب كثرة اعتدائهم الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الكثير من الطيبات الأمور الطيبة الحلال حرمها الله عليهم حتى سجل القرآن ذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة لاحظت معي يبقى إذن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم كثير من الطيبات وكثير من الأمور التي أحلها الله لهم لذلك لما جاء سيدنا عيسى قال لهم مصدقا لما بين يدي من التوراة سيدنا عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم خطوات من ديات يعني ربما سبحانه وتعالى حرم عليهم أمور كثيرة جدا لما تكرأ في سورة الأنعام وفي سورة النساء وفي سورة المائدة كثير من الأمور التي كانت حلال يعني لا استطاع أن أذكرها جميعا حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم حرم عليهم بسبب ظلمهم بسبب صدهم عن سبيل الله كثيرة بسبب أخذهم الربا وقد نهوا عنه أكليم أموال الناس بالباطل يعني أمور كثيرة فعلوها يعني الصفات يعني وصلتهم إلى أن غضب الله عليهم وحرم الله عليهم عقابا ونكالا كثيرا من الأمور الحلال أيضا من العقوبات التي كتبها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل غير الغضب وغير السخت وغير ربنا سبحانه وتعالى أن أحرم عليهم المنكسرة الله سبحانه وتعالى لعنهم لعنا كبيرة واللعن هو الطرد من رحمة الله وسمهم الله سبحانه وتعالى شر الخلق شف يعني أنا والله أعجب القرآن يقول عنهم وأني فضلتكم على العالمين فضلهم على العالمين أي في زمانهم صاروا شر الخلق كل أنبئ يعني في القرآن كبير هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله كلها هل أنبئكم هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله مين من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكرد والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان سبحانك يا ربي سبحانك متخيلين هذه الأوصف يا كرام هذا أيضا من العقوبات التي كتبها الله عليهم غضب عليهم لعنهم حد لهم جهنم وساء المصيرة جعل منهم الكرد مسخهم كرد وخنازلت كما سأخبر حضراتكم الآن ووصفهم الله بأنهم أشر الناس يعني هذه عقوبات وهذا جزاء وفاقة لما عملوه يعني الله أعطاهم المنن والنعم وأعطاهم العطايا الكثيرة وأخذ عليهم مواثق وقابلوا هذه النعم وهذه المنن وهذه العطايا بهذه الصفات وبهذه الأفعال جعل الله سبحانه وتعالى مسخهم المسخ كانت عقوبة عقوبة المسخ مسخوا إلى قردة وإلى خنازير وقال له من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة يا إخوانا القردة ويا أحفاد الخنازير قردة يعني سبحانك ربي سبحانك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكنا لهم كونوا كردة خاسئين فمسخهم الله إلى قردة ده في سورة البقرة وعندنا في سورة المائدة وجعل منهم القردة والخنازير تحولوا إلى قردة وخنازير وعلى فكرة في صحيح مسلم صحيح مسلم فقدت أمة من بني إسرائيل ولا أراها إلا الفقر الفقر طبعا هم لم يلدوا يعني هم انقلبوا إلى قردة وخنازير وفئران لكن سبحان الله فيما بعد ذلك يعني هذه المنقلبون هؤلاء أو الذين تم مسخهم انقرضوا وانتهوا يعني برضو دي المعلومة العلمية والأمانة العلمية فانتهوا إذن يعني مسخهم الله قردة مسخهم الله خنازير منهم أمة أصبحت فئران كما في صحيح مسلم سبحان الله من العقوبات التي كتبها الله سبحانه وتعالى أيضا على بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم العذب إلى يوم القيامة قضية متهية إيه كأن تظن أن العلو وأن التمكن هذه فترة من الفترات لكن شوف ربنا في القرآن يقول إيه وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ويسومهم سوء العذاب قد يكون عذابا حسيا وقد يكون عذابا معنويا خذ بالك من دي قد يكون عذابا حسيا وقد يكون معنويا حسيا في الجسد يتألمون يصابون ومعنويا التفكير والعقل والنفسية مضطربة إذن سبحانك ربي سبحانك وهذه بعض العقوبات التي ذكرها القرآن الكريم على بني إسرائيل هنا يأتي السؤال المهم هل هناك من دروس مستفادة من ذكر قصص بني إسرائيل في القرآن نعم دروس مستفادة الدرس الأول درس العقيدة قصص بني إسرائيل مرتبطة دائما بالعقيدة التنفيذ تنفيذ أوامر الله كما في قصة ذبح العجل لما قال له موسى اذبحوا بقرة بقرة أي بقرة قالوا أتخذونا وهزوها قالوا أعوذ بالله أن أكون من جانين قالوا لأن ربك يبين لنا ما هي ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البكرة تشابع علينا يعني هذا الجدال ما نفذوا كلام الله سبحانه وتعالى لما أمرهم الله بعبادته وبتنفيذه اتخذوا العجلة وأرادوا عبادة الأصنام لما أمرهم الله سبحانه وتعالى باحترام الدماء سفك دماء بعضهم بعض سفك بعضهم دماء بعض يعني سبحانك ربي إذن الدرس الأول المحافظة على أمر العقيدة نقية صافية كما جاء بها الأنبياء الأمر الثاني المحافظة على أوامر الله وشرع الله لا نتحايل على الشر ولا نغير ولا نبدل ولا نحرف بل نحافظ على شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء إلينا نقيا صافيا نعمل بما فيه ونبلغه لمن وراءنا أيضا من الدروس المستفادة حينما نقرأ قصص بني إسرائيل أن نتعلم أن لنا أخلاق مع الله وأخلاق مع الأنبياء وأخلاق مع بعضنا البعض مع إخواننا وأهلنا من المؤمنين لكنهم أنظر إلى أخلاقهم مع الله وأخلاقهم مع أنبيائهم وأخلاقهم مع زويهم وبني جلدتهم أيضا من الأمور الطيبة التي نتعلمها من ذكر قصص بني إسرائيل أن الظلم والتجبر والقهر نهايته البوار والدمار والعار والعياذ بالله كما حدث لفرعون وكما حدث لهامان وكما حدث لكارون وكما حدث لكل من ظهر في مشاهد وقصص بني إسرائيل من الظالمين والمتكبرين انتهوا وكانت عاقبة الظلم والإصراف والتجبر النهاية وأن أخذهم الله أخذ عزيز المقتدر نتعلم أيضا أن الطبقية لا يعترف بها الإسلام فرعون في قصص بني إسرائيل وزع الناس إلى طبق يعني طبقات الملأ والقوم استحيين نساءهم يستحي نساءهم يقتل الأبناء يذبح كذا حشية فرعون قسم الناس إلى طبقات فالطائفية في الإسلام وطبقية في الإسلام يرفضها القرآن كما رأينا في قصص بني إسرائيل دروس كثيرة يعني أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أهلنا وأن يحفظ إخواننا في غزة وفلسطينة وفي كل مكان وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الصادقين المخلصين المخلصين وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته